وصلنا الآن مشاهدين إلى فقرة من سوريا إلى العالم عبر واتساب مع زميل أحمد رحاوي وسؤال اليوم عن بيان لقاء فيينا وجد والحل السياسي في سوريا مساء الخير أحمد أهلا بك كيف كانت الرسائل والأراء بفيينا طبعا سألنا عن أهم النقاط التي صدرت عن لقاء فيينا الذي سيلحقه طبعا لقاءات أخرى في فيينا أيضا للبحث عن حل السياسي للأزمة السورية سألنا عن نقاط تشكيل حكومة انتقالية خلال فترة ستة أشهر وإجراء انتخابات سواء برنامانية تشريعية أو رئاسية خلال ثمانية عشر شهرا ما هو موقفكم أنتم كسوريون عبر واتساب طبعا الرسائل وصلتنا بهذا البيان المبدئي عن فيينا وكيف تنظرون إلى الموضوع هل تنظرون بنظرة تفائلية إلى ربما أفق حل سياسي في سوريا عبر هذه اللقاءات التشاورية أم لا وللأسف حاولت تفتش من كل الرسائل التي وصلتنا اليوم عبر واتساب والرسالة فيها حدم تفائل بنتائج ربما لأنها سبقتها جينيف 1 وجينيف 2 وموسكو 1 وموسكو 2 وكثير من اللقاءات السياسية للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية اليوم ولم يحدث ربما هذا كان أحد الأسباب التي دعت السوريين إلى التشاوم نبدأ بالرسائل وربما تعكس نفسها رسالة من الرقم آخره 323 يقول ما دم الخلاف الأمريكي الروسي موجودا فهو مجرد حبر على ورق يقصد لقاء فيينا أيضا رسالة أخرى من الرقم آخره 537 يقول الرقاء فيينا فاشل كما السابقات نفس المتحاورين هم نفسهم المقربون في رسالة أخرى أيضا من رقم آخره 243 يقول الشعب هو صاحب القرار ولا أحد يرضى بحلول أعداء سوريا يصف كل المتحاورين اليوم في فيينا بأعداء سوريا لأنهم لم يقدموا شيء إلى الشعب السوري المعركة هي التي تحدد الحل وليس المفاوضات هي رسالة من رقم آخره 410 من داخل سوريا لم يعود وفق رأيه لم يعود يؤمن بأي حل سياسي أو مفاوضات إما يعتقد أن الحل العسكري اليوم على الأرض هو من يحكم الموقف أيضا رسالة أخرى من رقم آخره 130 يقول هذا لكي يأخذوا وقتا لقتلنا هم مجتمعون والطيران الروسي يقصفون يقصد بلقاء فيينا أيضا الحل هو تنحي بشار الأسد ومصير سوريا في أيدي السوريين وليس بشار الأسد رسالة من رقم آخره 060 وأيضا من ضمن الرسائل التي وردتنا من سوريا كمان ميسون رقم آخره 680 يقول الحل الذي يرضى به هذا الشعب هو القصاص من بشار الأسد وعلى الملأ وكذلك محاسبة كل رموز النظام المجرم وكل ما سوى ذلك هو حبر على ورق ولا يلقى له قبولا في الداخل وكل من سيتحدث في مفاوضات كهذه كل من سيتحدث باسم الشعب السوري عليه أن يعرف أنه يتحدث باسمه فقط أيضا من ضمن الرسائل التي وصلتنا عبر واتس أب حول هذا الموضوع رسالة من رقم آخره 873 يقول هو أفضل الممكن ربما متفائل هذا طلع متفائل شوي هو أفضل الممكن أن تصدقوا أن انصدقوا بالجدول الزمني يقول والمهم الآن أن يكون وفد المعارضة منبثق من الشعب السوري ويدافع عن مصالحه لنتمكن من الانتقال إلى سوريا ديمقراطية عددية بشكل صحيح رسالة أيضا من رقم آخره 314 يقول لقاء فيين ما هو إلا مماطلة على مقررات جينيف وتضيع للوقت وإعطاء النظام وقتا أكثر لكي يقتل ويشرد ويدمر ما تبقى من البنى التحتية في سوريا هذه النقطة أيضا ركز عليها كثيرون ووصلتنا الكثير من الرسائل بأن هذه المؤتمرات وغيرها ما هي إلا لإعطاء المزيد لبشار الأسد ونظامه وفق رأيهم هلأ بتشوفي كمان في الرسائل الأخرى رسالة من رقم آخره 141 يقول هي كهادة الأمر ليكون منها إلا إضاعة الوقت واستمرار أعداد القتل رسالة أخرى حلقة جديدة من مسلسل طويل ويقول إن شاء الله يكون توقع خطأ رسالة طبعا هذا من رقم آخره 571 رسالة أخرى يقول هذا الاتفاق يمثل مهلة زمنية لبشار الأسد وحلفائه من روسيا وإيران وحزب الله لقتل مزيد من الشعب السوري لماذا كان مصير بشار مجهولا والزمرة القاتلة معه يتساءل يقول لا نريد الصال الصلح إلا بعد إقامة المحاكمة العادلة وبعدها نفكر بصلح أو بهدنة كانت هذه مجمل الرسائل التي تعبر عن رأي السوريين بلقاء فيينا شكرا أحمد رحاوش شكرا شكرا